هل تتوقع أن ينخفض التضخم بناء على كل هذه الإجراءات التي كان فيها محاولة احتواء له داخل الاقتصاد الوطني وأيضا في ظرفيتنا المحلية و ظرفيتنا الدولية أعتقد بأنه ما يتحكم في ذلك هو تدخل الدولة الحكومة مع المؤسسات التي هي مسؤولة على تنظيم النظام الاقتصادي في البلاد مثلا كين كومادير تقع معها الاجتماع كين جمعية المنتجين والمصدرين دي الفواكه كذلك وقع معهم اجتمع وأسفر عن رفع الضريبة على القيمة المضافة هذا كان قرار حكيم للدولة حيث أنها قررت أنها لن تستفيد من تلك النسبة المفروضة على مجموعة من المواد الداخلة في إنتاج المواد الفلاحية من المبيدات ومعدات وأسمدة كلها داخلة في هذا السياق وأعتقد بأن هذه القرارات ومع هذا الاجتماع أسمح لي سيدريس أحاول أن أتبادل مع أطراف الحديث معه خفضت الأسعار بعدها بأيام 20% قريبا بشكل ملحوظ فعلا لا هذا ماذا يعني فلاش ما قصدوش باب الدار من الأول لا ولكن لا إشكال لا بلنا كومادير مثلا ودى المؤسس الخرى اللي مكلفة بالخضر والفواكه فهذه مؤسسات حرة لذاتها تشتغل بإمكانيتها لا تنتظر أن تأتي الحكومة لتقول لها افعل كذا أو كذا بل بالعكس من ذلك على الدولة أن تتعامل مع هذه المؤسسات بنوع من الاحترام وكذلك احترام خصوصيات هذه المؤسسات فهذه المؤسسات ما زالت قائمة الدات ولها ما يكفي من الاستقلالية لتقوم بأدوارها ولكن هذه المؤسسات استفادت أيضا من المخصصات نخليها تات تات التي كانت تضعها الحكومات من أجل تقديم مخططات دي مغرب أخضر وجيل أخضر ومجموعة من الأمور التي لا علاقة بالقطاع الفلاحي